بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد الأشهب وعنوان محاضرتنا اليوم هو Hypothesis Testing for Proportions أو بالعربي ممكن نسميها اختبار الفروض للنسب المقوية طبعا الموضوع ده مهم جدا وممكن يقابلنا فيه العديد من المجالات يعني مثلا منهم ممكن شركة أدوية مثلا تدعي أنها اكتشفت عقار معين قادر على شفاء 95% من المرضى وإحنا عايزين نتحقق من الادعاء ده ففي الحالة دي هنتطر نستخدم Hypothesis Testing for Proportions أو مثلا في حالة تانية إذا كنت بتتعامل مع مصنع معين والمصنع ده ادعى أن نسبة المنتجات السليمة اللي عنده 95% برضو نفس الكلام لو حبيت تتحقق من الادعاء ده هتحتاج Hypothesis Testing for Proportions وطبعا مجالات تاني كتير جدا احنا كنا تعلمنا في المحاضرة العشرة إزاي نعمل Hypothesis Testing for Me والمحاضرة اللي تعتبر مكملة للمحاضرة رقم 10 واللي ما شافش المحاضرة ممكن يرجع يشوفها إن شاء الله من خلال الرابط اللي موجود أعلى الشاشة فقلنا إن عملية Testing of Hypothesis بتمر بمجموعة من الخطوات أول خطوة طبعا إن أنا لازم يكون عندي data اللي هي لها علاقة بالمشكلة اللي أنا عايز أدرسها تاني حاجة إن أنا بحدد 2 Hypothesis اللي عندي اللي هما سمينا واحد فيهم 0 Hypothesis وكنا بنرمز له بالرمز H-Note وقلنا ده اللي فيه علامة الإيكواليتي سواء كان يساوي أو أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي وعرفنا إن فيه الألترنتف التاني اللي سميناه الألترنتف هيبوسيس اللي رمزنا له بالرمز H-A وده المكمل ليه النال هيبوسيس بعد معرفنا التو هيبوسيس الخطوة اللي بعدها إن إحنا بنختار التستستيستيك التستستيستيك إحنا درسنا للمين ممكن نختار الزد أو التي أي واحد منهم كتستستيستيك على حسب الحالة اللي عندي اللي إحنا شرحناها بالتفصيل في المحاضرة رقم 10 بعد ما بحدد إذا كنت هستخدم الزد أو باستخدم التي باخد سامبل وبحسب الزد أو التي اللي هي الخطوة اللي بعدها كالكيليت تستستيستيك وبعد ما بحسب التستستيستيك سواء كان الزد أو التي ببدأ بعد كده أخد القرار بتاعي إذا كان ريجيكت النال هيبوسيس أو دونت ريجيكت النال هيبوسيس طبعا في حالة إن أنا عملت ريجيكشن ليه النال هيبوسيس بالتالي بيبقى الكونكلوجين بتاعي إن الإتش إيه اللي هو الالترنتيف هيبوسيس is true في حالة دونت ريجيكت النال هيبوسيس بالتالي بقى الإتش نوت may be true إحنا كنا عرفنا إن الهيبوسيس تيستينج إحنا بنعملها علشان نتحقق من population parameter معين الpopulation parameter اللي إحنا تعلمناه الحصة اللي فاتت كان المين إن أنا عندي ادعاء بخص المين إن المين يساوي قيمة معينة أو أكبر من قيمة معينة أو أصغر من قيمة معينة وأنا كنت عايز أختبره فكنت باخد سامبل وبحسب حاجة اسمها sample statistic طبعا في الحالة اللي هو الإكسبار اللي هو مشابه للمين علشان أقدرحكم بيعليه وبعدين من الإكسبار اللي أنا حسبتها من السامبل بحسب حاجة اسمها test statistic اللي هي سميناها z أو t في الحالة دي وبالتالي بناء على قيمة z أو قيمة t بقدر أخد القرار بتاعي برفض النال هيبوسيس أو عدم رفضه المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على النوع التاني من test of hypothesis اللي هو percent أو سميناها proportion اللي هي بنرمز لها بالرمز p ففي الحالة دي لو أنا عايز أختبر الpopulation parameter اللي هو ال p هحتاج إن أنا أخد سامبل واحسب لها sample statistic اللي هو في الحالة دي بنسميه p hat يبقى أنا عايز أختبر ال percent أو ال proportion للpopulation باخد sample وبحسب لها p hat اللي هي تعتبر ايه النسبة المشابهة لها اللي أنا حصلت عليها من السامبل طبعا في حالة p hat أنا بحسب منها z statistic علشان أخد على أساس القرار إن شاء الله في محاضرة جاية هنعرف إزاي نحسب test of hypothesis اللي خص الفاريانس أو السيجما سكويرد ودي طبعا هناخد sample ونحسب لها s squared اللي هي الفاريانس of sample ومنها هنحسب حاجة اسمها الكاي سكويرد وبناء على قيمة الكاي سكويرد هنقدر ناخد قرار إزا كان الفارد اللي يخص الفاريانس مقبول أو مرفوض طيب هنبدأ بقى دلوقتي نتكلم على hypothesis testing for proportions إذا أول حاجة قلنا إن إحنا هنستخدم z test كtest statistic للحالة دي طبعا حالة proportion دي بتتبع binomial distribution ليه بتتبع binomial distribution لأننا لو خدت أي sample السامبل دي فيها مجموعة من outcomes فأي unit أنا بعمل لها inspection بطلع بنتيجة من اتنين إما إن النتيجة دي مثلا accepted أو الحاجة دي ايه rejected أو مثلا في حالة إن أنا بختبر عقار معين وبشوف قدرته على الشفاء فلما باخد sample مكونة من مجموعة من ال items كل item فيهم أنا باخد قرار من اتنين إما العقار ده نجح في عملية الشفاء فبقول مثلا دي outcome اسمه s اللي هي success أو فشل في عملية الشفاء فبالتالي بديله رمز a f أو حصل له failed إنه هو يعمل عملية الشفاء دي فبالتالي outcome اللي عندي بتيبقى حاجة من اتنين success أو failure أو مثلا accept و reject فبالتالي distribution اللي بيعبر عن الحالة دي هو binomial distribution طبعا كنا تعلمنا برضو في محاضرة قبل كده إن إحنا ممكن نستخدم normal distribution كaproximation لل binomial distribution بس طبعا ده في حالة معينة إن لازم يكون حاصل ضرب ال n في ال p ال p طبعا هنا اللي هي عبارة عن probability of success إن الحدث اللي أنا بدور عليه ده يحصل يعني لو مثلا أنا بتكلم على إن ال p دي هي شفاء المريض فال success في شفاء المريض هو يعتبر ال p فلازم تكون قيمة ال n في ال p أكبر من أو يساوي عشرة وكمان قيمة ال n في ال q لازم تكون أكبر من أو تساوي عشرة لو الشرطين دول اتحققوا بالتالي أقدر أستخدم z test في اختبار population proportion إذا طبعا شرط من الاتنين ما تحققاش مش هقدر أستخدم الاختبار ده الخطوة اللي بعدها إن أنا باخد sample وبحسب لها sample statistic اللي هو في الحالة دي زي ما اتفقنا إن إحنا سميناه p hat اللي هو الرمز ده وبعدين منه بحسب test statistic اللي إحنا اتفقنا برضو إنه هو ايه زد الزد بنحسبها من القانون ده القانون ده ببساطة بيقول إيه إن الزد بيساوي p hat اللي هي النسبة اللي أنا حصلت عليها من السامبل ناقص ال p اللي هي الhyposesis اللي عندي بتقول مثلا إن الدواء ده بيشفد نسبة 95 في المية يبقى في الحالة دي أنا عايز أثبت إن ال population بتاعته أو ال percent بتاعته بتساوي 95 في المية ففي الحالة دي عوض عن ال p إنها 95 في المية لو أنا خدت sample ولقيت مثلا نسبة الشفاء اللي فيها كانت 94 في المية ففي الحالة دي بتبقى ال p hat هي اللي بكام ب 94 في المية طبعا بكتبها كده 94 من مية المهم بجيب الفرق بين ال p hat وال p وبقسمها على الجزر التربيعي لحاصل ضرب ال p في الكيو على ال n طبعا علشان نفهم ده كويس هناخد مجموعة من الأمثلة توضح لي إزاي بعمل عملية hypothesis testing for proportions لو جينا كده نلخص الخطوات اللي إحنا هنمشي عليها نقول الخطوة الأولى أول حاجة لازم اعمل verification للنورماليتي إن أنا ينفع استخدم normal distribution to approximation للبانوميال distribution في الحالة دي وده بيكون عن طريق حساب ال n في ال p لازم تكون أكبر من أو سوى عشرة وكمان ال n في ال q لازم تكون أكبر من أو سوى عشرة يبقى الخطوة الأولى إن أنا بحدد قيمة ال n وقيمة ال p وقيمة ال q وبعدين بتحقق من الشرط ده في حالة إن هو تمام ببدأ أدخل على الشرط التاني اللي هو بيقول identify the null and alternative hypothesis لازم تعرف النل هيبوسيس عبارة عن ايه وبالتالي alternative hypothesis عبارة عن ايه وبعدين بعد ما حددت الاتنين بترسم sketch the sampling distribution فبنرسمه ايه ك sketch كده بسيط بالشكل ده وبحدد فيه بناء على النل هيبوسيس بحدد إذا كان التست بتاعي هو عبارة عن right hand أو left hand أو two handed test الخطوة اللي بعدها إن بحدد level of significance طبعا ده غالبا بيكون معطف المسألة وده النسب بتاعته كنا قولنا عليها قبل كده وغالبا في معظم الدراسات بتكون قيمتها خمسة من مية طبعا إذا كانت معطف المسألة غير كده نلتزم بيه الرقم اللي معطف المسألة الخطوة اللي بعدها إن انا بحدد determine the rejection regions طبعا في حالة اللي انا فرضتها دي انه هو آآ right hand فبالتالي بتبقى منطقة rejection هي المنطقة اللي هنا بس ولازم طبعا احدد لها ايه الكريتكال value اللي هي تعتبر البداية بتاعتها فالبداية بتاعتها بحددها بناء على قيمة الالفا وطبعا قلنا في قيم محددة ونصحتك وساعتها إن انتو تحفظوها أو ممكن ببساطة إنك تدخل في الجداول وتشوف لو الاريا دي بتساوي خمسة من مية تبقى قيمة الزد عندها بكام وبالتالي بتطلع الزد كريتكال اللي هي بتحدد لي بداية الريجيكشن اريا الخطوة اللي بعدها طبعا إن انا باخد سامبل وبحسب من السامبل دي السامبل استاتيستيك اللي هو البي هات ومنه بحسب التست استاتيستيك اللي هو الزد من القانون اللي احنا اتفقنا عليه من شوية ده وبناء على قيمة الزد بدخل في الاسكيتش ده واشوف إذا كانت واقع في المنطقة دي فالمنطقة دي معناها دونت ريجيكت يعني معناها إن أنا مش هقدر أرفض النال هايبوثوسيز أما إذا كانت واقع في المنطقة بتاعت الريجيكشن فبالتالي بعمل إيه ريجيكشن للنال هايبوثوسيز وبالتالي بقبل الالترنتيب هايبوثوسيز فبقى الخطوة اللي بعدها ميك ديسيجن بعد ما أخدنا الديسيجن بنبدأ نعمل انتربريتيشن للديسيجن عن طريق الكليم يعني بقول الكليم بتاعي بقى بناء على الديسيجن اللي أنا أخدته هنا هل هو مقبول ولا مرفوض لأن طبعا الكليم هو ممكن يكون الاتش نوت وممكن يكون هو الاتش ايه القرار اللي أنا أخدته فيه الخطوة دي هو يخص الاتش نوت والاتش ايه يقول لي مين فيهم اللي صح ففي حالة اننا قبلت الالترنتيب هايبوثوسيز وكان هو الكليم فبيكون قراري فيه الخطوة الأخيرة اننا بأبل الكليم طيب هنبدأ ناخد مسألة توضح لنا الموضوع هنا بيقول لي مثلا يعني بيقول ان جامعة مثلا جامعة أم القرى بتدعي ان اربعة وتسعين في المية من خرجيها بيحصلوا على وظائف فيه خلال ستة شهور فده كده يعتبر هو الكليم يبقى ده كده الكليم اللي أنا عايز أعمله تاستينج طيب فطبعا الاربعة وتسعين في المية دي هي عبارة عن البي يبقى البي عندي هنا عرفت القيمة بتاعتها باربعة وتسعين من مية طيب علشان بقى نختبر الفرض ده لازم ناخد سامبل فبيقول لي ان اسامبل اوف فايف هندردز راندم لسيلكتد طبعا اي سامبل لازم تكون راندم لسيلكتد لقى فيها فور هندردز اند ايتي اوف زيم وير امبلويد يعني لقى ربعمية وتمانين واحد منهم فعلا اشتغلوا فيه خلال الست شهور يبقى في الحالة دي انا اقدر من الرقم ده احسب قيمة البي هات اللي هي طبعا بحسبها من السامبل اللي هي بتساوي ربعمية وتمانين على خمسمية ودي اللي انا منها هاحسب الزيد استاتيستيك وبناء عليها هاخد الدسيجن السؤال بقى بيقول لي ايه بيقول لي is there enough evidence اللي هو طبعا اللي انا اخدته من العينة هل العينة دي بتديني evidence او دليل كافي to support the college او زي university claim at a one percent level of confidence احنا قلنا ان level of confidence لها اكتر من قيمة احنا قلنا ان المشهور فيها هو الخمسة من مية في الحالة دي هو حدد لي كام one percent level of confidence طيب علشان نحل المسألة دي قلنا اول خطوة لازم اعمل normality verification اتأكد ان انا اقدر استخدم normal distribution وهو عن طريق ان انا بحسب قيمة ال N في ال P وال N في ال Q واتأكد ان هما اكبر من او يساوي العشرة طيب ففي الحالة دي قلنا ان قيمة ال P كانت ب 94% فبالتالي هضرب ال 94% في sample size اللي هو ال small N اللي هو في الحالة دي ب 500 هتطلع حصل ضرب ال N في ال P بيساوي 470 ده طبعا اكبر من العشرة فبالتالي الشرط الاول مقبول نروح للشرط التاني ال N في ال Q ال N احنا عارفين خلاص ان هي ب 500 ال Q بقى بحسبها ازاي زي ما تعلمنا في البينوميال ان ال Q بتساوي واحد ناقص ال P فبالتالي هنا هتساوي واحد ناقص 94% هتطلع بكام 6% فلو ضربت ال 500 في 6% هتطلع لي هنا بكام ب 30% برضو اكبر من او يساوي العشرة فبالتالي الشرطين متحققين يبقى انا اقدر اكمل واستخدم الايه ال� Z statistic طيب طبعا قبل ما بنبدأ بقى نحل المسألة الخطوة المهمة ان انا بحدد ال Null Hypothesis وبحدد ال Alternative Hypothesis فهنا لو نلاحظ ان الادعاء كان بيقول ايه More than More than يعني اكبر من فكلمة اكبر من دي مفهاش equality يبقى ال Complement بتاعها هو عبارة عن اصغر من او يساوي واتفقنا ان ال Null Hypothesis هو اللي فيه علامة التساوي فبالتالي ال Null Hypothesis هيكون هو ان ال P اصغر من او يساوي 94% وال H A هتبقى ان ال P اكبر من 94% طبعا في الحالة دي ال Claim بتاعي اللي هو More than 94% هيكون بيمثله ال Alternative Hypothesis فيبقى انا كده حددت ايه هو ال Null Hypothesis وايه هو ال Alternative Hypothesis الخطوة اللي بعدها ان انا برسم ال Skitch بالشكل القدام ده علشان احدد ال Rejection Area طبعا ال Rejection Area بنحددها بناء على ال Alternative Hypothesis هنا بيقول ان ال P اكبر من فبالتالي منطقة ال Rejection بتكون المنطقة اللي على اليمين فبالتالي الاختبار اللي عندي هو عبارة عن Right Tailed Test وطبعا علشان نحدد ال Critical Value بتاعته اللي هي الحد ده لازم اكون عارف قيمة ال Alpha ال Alpha بدها اللي في المسألة دي انها بتساوي 1% فقدر ادخل جداول Normal Distribution واحسب قيمة ال Critical Value هتطلع في الحالة دي 2.33 يبقى بداية ال Rejection Area عند 32% اللي هي بنسميها Z Critical او Critical Value طيب يبقى اكيد الخطوة اللي بعدها ان انا باخد sample وبحسب منها Z Statistic وبشوف هي وقعة في منطقة ال Rejection اللي هي المنطقة ديت او منطقة Don't Reject وبناءا عليه بقدر اخد القرار بتاعي بقبول أو رفضه طيب السامبل اللي انا اخدتها حسبت منها ال P hat وكانت بتساوي 480 على 500 يعني تطلع بكام 96 من 100 طبعا باخد القيمة دي وبعوض بها هنا يبقى الزد بيساوي P hat ماينس P اللي هي 96 اللي هي قيمة ال P hat ماينس ال P اللي هي ب 94 من 100 وبعدين بقسمها على الجزر التربيعي لل P مضروبة في ال Q على N وكننا عارفنا ان ال P ب 94% وال Q ب 6 من 100 وال N ب 500 فبالتالي لما هاحسب الزد هتطلع بيه واحد و 88 طبعا الخطوة اللي بعدها ان انا بدخل بقى بيه الزد اللي انا حسبتها دي على السكتش اللي انا رسمته وبشوف هي الزد دي هتقع في اي منطقة طبعا ال 1.88 هنا هي اصغر من ال 2.33 فبالتالي هتكون واقع في المنطقة دي المنطقة دي هي تعتبر منطقة don't reject the null hypothesis فبالتالي بقول ان القرار بتاعي statistics falls in the non rejection area فبالتالي ال H note is not rejected يعني معناها ان لو ال H note not rejected يبقى معناها مين اللي rejected ال H A يبقى في الحالة دي ال H A هي rejected فلو رجعني هنا تلاقي ان ال H A هي اللي بتمثل الكليم فبالتالي طالما ان انا رفضت ال H A فبالتالي يبقى هرفض الكليم وبالتالي يكون ال conclusion بتاعي add the 1% level of significance there is not enough evidence يعني مفيش دليل كافي to support the college claim طيب ناخد مسألة تانية في المسألة دي بيقول لي cigarette manufacturer claims that 1 8 يعني يعني 1 على 8 1 8 of the U.S. adult population smokes cigarettes يعني الدعاء بتاع الشركة دي ان 1 على 8 من البالغين في United States بيدخن السجاير يبقى في الحالة دي ال 1 على 8 اللي هي بتساوي 0.125 هي ال P وطبعا هنا بيقول لي claim that 1 8 يعني ما قال ليش ولا ليس زان ولا مور زان فبالتالي هو قال لي هنا ان ال P بتساوي 1 على 8 اللي هي بتساوي 125 من 1000 فبالتالي بما ان هنا في علامة التساوي فباخد ده وبقول هو ده عبارة عن null hypothesis يبقى null hypothesis عندي هنا عبارة عن ان ال P بتساوي 1 على 8 اللي هي 125 من 1000 وبالتالي بيكون ال H A هي complementary بتاعها اللي هي ال P لا تساوي 125 من 1000 يبقى انا كده اقدر تحدد من كلمة 1 8 null hypothesis عبارة عن A وال alternative hypothesis عبارة عن A طبعا الخطوة الاولة بقى في الحل ان انا لازم اتحقق الاول من النورماليتي اللي هي بحسب قيمة ال N في ال P وبحسب كمان ال N في ال Q لو طلعوا ال 2 اكبر من 10 بقول ان انا ينفع استخدم Z statistic طبعا في الحالة دي انا حددت خلاص قيمة ال P اللي هي ب 125 من 1000 وعندي sample size اللي هو هيخدها بيقول لي in a random sample of 100 adults يعني معناها ان sample size بكام ب 100 فبالتالي هعوض عن ال N هنا ب 100 وعندي ال P ب 125 من 1000 هنضرب ال 2 في بعض هيتطلع ال 12 ونص طبعا دي هنا اكبر من او يساوي العشرة يبقى الشرط الاول مقبول نروح على الشرط التاني اللي هو ال N في ال Q وزي ما اتفقنا ان ال Q هي عبارة عن 1-P وال P بتساوي 125 من 1000 فبالتالي هتطلع ال Q بتساوي 875 من 1000 لما هنضربها في المية هيطلع لي ال N في ال Q ب 87 ونص برضو نفس الكلام ده اكبر من العشرة فبالتالي شرط النورماليتي متحقق يبقى انا اقدر في الحالة دي استخدم Z distribution في حل المسألة طيب الخطوة اللي بعدها زي ما تعلمنا ان انا بحدد هل هو right tailed ولا left tailed طبعا ده بيكون زي ما اتفقنا بناء على ال alternative hypothesis فلو جينا هنا ال alternative hypothesis هتلاقي فيه علامة لا يساوي لا يساوي يعني معناها انها ممكن تكون اكبر من وممكن تكون اصغر من فبالتالي الحالة اللي عندي حالة two tailed test بعد ما حددت انها two tailed test بناء على ال level of significance اللي هو في المسألة دي بيقول لي نكمل كده قراءة بيقول لي in a random sample of 100 adult five are cigarette smokers لقى من المية دول خمسة مدخنين فبالتالي لو انا اسمت الخمسة على المية يبقى انا حسبت كده النسبة اللي جيبتها من السامبل اللي اسمناها ال P hat اللي هي بتساوي خمسة على مية ممكن نكتبها بالطريقة دي كده خمسة من مية وبالتالي اقدر احسب قيمة الزد طيب هو عايزني بقى اعمل التست عند level of significance بيقول لي هنا test the manufacturer's claim at alpha equal 0.05 يبقى في الحالة دي طلب ان level of significance بخمسة في المية طبعا لو بخمسة في المية هندخل برضو الجداول او لو القيمة محفوظة بالنسبة لك مفيش مشكلة عوض بيها يبقى ال critical value في الحالة دي بتكون ان الزد critical بيساوي positive او negative واحد وستة وتسعين من مية طبعا positive او negative لان احنا اتفقنا هنا ان هي عبارة عن two tailed test يبقى في الحالة دي انا حدد null hypothesis وحدد ال alternative hypothesis وطبعا في الحالة دي ال H note هي اللي بتمثل طيب يبقى انا بعد ما حددت critical values اقدر ارسم كده الرسمة دي علشان احدد فيها rejection areas واقول طبعا زي ما شفنا ان critical values كانت بتساوي زائد او ناقص واحد وستة وتسعين من مية فبالتالي يبقى القيمتين اللي عندي القيمة اللي هنا positive واحد وستة وتسعين والقيمة اللي هنا negative 1.96 يبقى انا عندي كده قدرت احدد critical values وبالتالي حددت rejection areas الخطوة اللي بعدها ان انا بحث بال test statistic اللي هو عبارة عن الزد في الحالة دي اللي هو بتساوي ال P hat اللي احنا حسبناها من شوية اللي هي كانت خمسة على مية اللي احنا قلنا خمسة من مية اهي ناقص ال P اللي هي بمية خمسة وعشرين مقسومة على جزر ال P في ال Q على ال N فال P اللي هي نفس الرقم اللي هنا وال Q اللي هي واحد ناقص P وبالتالي اقدر احسب قيمة الزد طبعا قيمة الزد هنا طلعت negative 2.27 فبالتالي لو جيت احطها على الرسمة دي هلاقيها انها اقل من ال negative واحد وستة وتسعين فبالتالي هي واقع في المنطقة دي يعني منطقة ال rejection لل Null Hypothesis يبقى انا اقدر من الخطوة دي على طول اقول له reject 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 H note طبعا reject H note في الحالة دي هي claim فبالتالي اقدر اقول ايه؟ ببساطة ممكن اقول the claim is rejected او لو هنقولها بقى بطريقة احسن هنقول ايه؟ at the 5% level of significance there is enough evidence to reject يبقى في حالة ان انا بعمل rejection بقول there is enough evidence to reject انما طبعا لو مقدرتش ان انا ارفضه فبقول there is not enough evidence to reject the null hypothesis اللي هو في الحالة دي طبعا the claim فبالتالي بقول there is enough evidence to reject the claim that one eighth of the population smokes وبكده نكون خلصنا hypothesis testing for proportions اتمنى الموضوع يكون واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته